على ضرورة بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل وفي المتناول للقاحات وتشجيع إنتاجها في البلدان النامية وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن بن شعبون أشاد في مداخلة له خلال الاجتماع الثالث بعد المئة للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالدعم المقدم من طرف مجموعة البنك الدولي للمبادرة المتعلقة باللقاحات الموجهة للدول النامية التفاصيل في تقرير لصري الحساني ضمان ولوج منصف وعادل وفي المتناول للقاحات فيروس كورونا وتشجيع إنتاجها في البلدان النامية هدف يسعى إليه المغرب بخطا حثيثة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون في مداخلة له خلال الاجتماع الثالث للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشهد بالدعم المقدم من طرف مشموعة البنك الدولي للمبادرة المتعلقة باللقاحات المؤشهة للدول النامية اللجنة التي تتكون من المغرب وأفغانستان والشزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس أكدت بمناسبة الشمعات ربيع 2021 على أن حجم احتياجات الدول النامية من التمويل لمواجهة آثار أزمة كوفيد 19 ستصبح أكثر إلحاحا في السنوات المقبلة اللقاء الذي خصص أساسا للمواضع المتعلقة باستشابة مشموعة البنك الدولي لأزمة كوفيد 19 والولوج العادل والمعقول للبلدان النامية إلى اللقاحات تم تركيز فيه على الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دينامية التنمية من شعبون دعا في ذات الصياق مشموعة البنك الدولي لأحداث المزيد من التآذر بين مؤسسات المشموعة ولسيما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مشددا في ذات الوقت على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشموعة المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تحدي ندرة الموارد المالية من أجل التنمية اشتركوا في القناة